السلام عليكم إن شاء الله في هذا الفيديو نكمل معكم شرح سلاسة الـ PDF الأسئلة التي تلقاهم يوم سيحان هذا الفيديو رقم 9 جميل الفيديوهات كنت تلقم أسفل أي فيديو آخر فيديو سيكون فيه كذلك تتم الأسئلة بالنسبة تشوير الطرقين نبدأ على بركتي الله السؤال الأول المسلك الإعلاني من هو مسلك الدراجات ما كان مخصص لتتوقف مامار خاص بالحافلات هنا كينوح البلاكة ضايرة بالزرق في هذه الدراجة هوائية بالنسبة هذه العلامات التي يكونوا ضايرين وباللول الأزرق فهما علامات الإجبار علامات إجبارية عقلوا عليها عندي هنا في هذه العلامة واحد دراجة هوائية يعني هذا المامار سيكون إجباري للدراجات يعني هذا المكان فهو مخصص للدراجات إجابة صحيحة يعني إجابة رقم واحد مسلكة للدراجات السؤال إثنان ندوز آن الأول نسمح بالمرور لهذه السيارة هنا إلا لاحظوا معي هنا واحد البلاكة متلت دائما متلت لجوانب دياله بالحمر فهو ديال الخطر ديال الخطر وهنا الوسط كتبنينا طرق كتدياق من اليمين ومن اليسار يعني خطر طرق كتدياق من اليمين واليسار يعني في هذه القنطرة وهناك طريق ضيق ندوز أول ونسمح المرور يعني هناك واحد الخطر والسيارة لاحظ معي الدخلات هي القنطرة ونسمح بالمرور ودائما السيارة التي طالعا في طلعة حسوما نسمح لهم بالمرور الإجابة صحيحة هنا هي الإجابة رقم اثنان السؤال ثلاثة ابتداءا من هذا العالم سندخل لتجمع ساكني السرعة ديالي كتتحدد دائما إلا لقيتوا شي علامة مكتوف فيها شي اسم يعني أرى غدي تدخل شي منطقة معينة غدي تدخل تجمع ساكني يعني غدي ندخل تجمع ساكني نعم السرعة ديالي كتتحدد نعم بالنسبة للسرعة داخل تجمع الساكنية كتتحدد بسين كيلومتر في الساعة يعني ما خسكش تعدى سرعة سين كيلومتر في الساعة إجابة الصحة إجابة رقم واحد والإجابة رقم ثلاثة السؤال أربعة قبل ما نتقابل أو نجاوز فارس ينصح باستعمال المنبه السوجين بالنسبة لهنا عندنا واحد ما مر للخيول عمرك تكلاكسوني على الخيل يعني في هذا المكان يعني خاصة بالخيل عمرك تكلاكسوني اليوم سواء تقابلت معه سواء تجاوز سوف تجاوز سوف تجاوز وانت سوف تخلع ويستطدم بك يعني إجابة الصححة هي رقم اثنان السؤال الخمسة يمكن أن نكمل السير في هذا الطريق هذا الطريق عنده إتيجاء واحد هذا الطريق بدون مخرج هنا هنا واحد البلاقة و هنا نبه الحمر ما تعني هذا؟ كنت تعني له كمّلت السير القدام؟ يمكن أن تكمل السير القدام ولكن هل ستجد هل ستجد من أن سنتجد اثنان 8 والاجابة رقم ثلاثة. يعني يمكن لك تكمل في هالطرق ولكن غادي تلقاها بدون مخرج. السؤال السا عند وجود هاد العلامة من الواجب عليها. نقص من السرعة. ما نرميش بقايا السجائر. نستعمل منبس صوتي. بالنسبة لهاد البلاكة كينا في الغابة. نقص من السرعة إلا ما نرميش بقايا السجائر. نعم نستعمل منبس صوتي إلا. هاد البلاكة كينا نرى فيها تجنب أسباب الحارق المتعلقة بالحارق. يعني ما نرميش بقايا السجائر. السؤال ثمانية. العلامة كتعلم على خطر أشغال تساقط الأحجار أحجار في الطريق. بالنسبة لهاد العلامة إلا لحظتم معي مزيان. دائما المثلتات هادو دي كيكونوا دائرين بالحمر. فهما علامات الخطر. هنا في هاد العلامة رابين لك كينين راس من واحد جبل. وديرين تساقط الأحجار. يعني هاد العلامة. فهي علامة ديل تساقط الأحجار وكذلك أحجار في الطريق. وليس بالأشغال. إجابة صحيح. إجابة رقم اثنان وثلاثة. لكي تساقط الأحجار. وكذلك يوجد أحجار في الطريق. السؤال ثمانية. ابتداء من هاد العلامة. يمكنني سوق خمسين كمم في الساعة. سبعين كمم في الساعة. ميس كمم في الساعة. مية وعشرين كمم في الساعة. هنا عندي طريقة عادية ليست بطريق سيار. يعني اتركي الدي وطريقة تجيب. وهاد العلامة يعني نهاية المنع. يعني قبل ارا كانوا بحد دين السرعة في السين. وهذه رأى نهاية المنع يعني يمكنك تسوق بكتر من السين. وبالنسبة الطريق العادية من غير طريق السيار. السرعة. القصوى اللي يمكنك تمشي بها هي مية كمم في الساعة. يعني هنا يمكنك تمشي بخمسين بسبعين مية كمم في الساعة. السؤال سعود. ابتداء من هاد العلامة. يمكن لنسوق بسين كمم في الساعة. بسبعين كمم في الساعة. بمية وعشر كمم في الساعة. هنا كذلك طريقة عادية. طريقة دي. وكتجيب. يعني مشي طريق سيار. وهنا يا. ارا هادي. كيف شرحت لكم نهاية المنع. يمكن لك تمشي بالسين. ويمكن لك تمشي بسبعين. اما بمية وعشرة لا. لان في الطريق العادية السرعة القصوى هي مية كمم في الساعة. يعني طريق وطنية ولا طريق جهوية خارج المدينة خارج التجمعات السكنية. بالنسبة التجمعات السكنية السرعة القصوى اللي يمكن يمشي هي مية وعشرين كمم في الساعة. يعني اجابة الصحة هنا هي اجابة رقم واحد والاجابة رقم اثنان. اما الى كنز دخلت الجمع الساكاني ارا ما غاديش ندير السبعين. الماكسيمو هو السين. كيف شرحت لكم? السؤال عشرة. الخط المرسوم على عرض تركي على معلاء. ممر خاص بالراجلين المكان اللي من الواجب اللي ينوقف فيه. هنا يا كنا على ما تسقف. يعني عندها خصك توقف. ودينا وحط الخط بيض هنا. يعني هذا ارا المكان اللي خصك توقف فيه. يعني الاجابة الصحيحة هي الاجابة رقم اثنان. السؤال 11. نقص من السرعة. نشد لي من. عنده الضرورة من الواجب للسيرة الاخرى توقف. انا اللي لازم نوقف. هنا كذلك كين واحد العلامة دي الخطر السير في الاتجاهين. يعني هالطريق هذي كتدي وكتجيب. وليه الشخصية دارة داخل تقريب القنطرة. عندي علامة دي الخطر. وعندي هذه العلامة اللي كتبول انحراف خطر على لاسر. يعني في هذ الحالة نقص من السرعة ونشد لي من. نقص من السرعة ونشد لي من. عنده الضرورة أنا اللي لازم نوقف. يعني اجابة صحح اجابة رقم واحد. اجابة رقم اثنان. والاجابة رقم اربعة. السؤال 12. هذ العلامة كتمنع مورو الحيوانات الالفة. بالنسبة لهذا العلامة فهي علامة اجبارية للحيوانات الالفة. هذ العلامة كتمنع مورو الحيوانات الالفة. لا. اجابة صححة هي رقم اثنان. السؤال 13. يمكن لي نظور على ليمن على لاسر. اجابة صححة. اجابة رقم واحد. والاجابة رقم اربعة. السؤال 14. هذ العلامة كتمنع تجاوز السيارات. العربات الوزن التقيل. الدراجات. هذ العلامة كتمنع تجاوز السيارات. السيارات. وفما فوق. يعني السيارات. واي حاجة اللي كبر من السيارات الحجم ديالها الشاحنات والشاحنات الكبيرة. رح ممنوع لهم تجاوز. يعني. هذ العلامة كتمنع تجاوز السيارات. والعربات دات الوزن التقيل. اما فبنسبة الدراجات ما كتعنيهمش. السؤال 15. هذ العلامة كتمنع على طلعة وهبطة. حركة السير في الاتجاهين. الأسبقية للعربات اللي جاية من القدام. بالنسبة لهذه العلامة. حركة يعني خطر السير في الاتجاهين. يعني فهي مرتبطة بحركة السير في الاتجاهين. إجابة صحيحة هي رقم 2. السؤال 16. باش نمشي للرباط من الواجب اللي ننظر على الليمن. هنا عندي علامة مؤقتة دائما العلامات اللي كيكونوا بصفر. فهي علامات مؤقتة. كاس من طرق منحرف. يعني الرباط. ولكن غير شاحنات. وهنا قال لك من الواجب عليك الدار الليمن. ماشي من الواجب عليك الدار على الليمن. يعني يمكن لك تكمل السير القدام. ماشي من الواجب عليك. الإجابة صحيحة هي رقم 2. السؤال 17. يمكن لنا القسم الصرعة ديالي وندوز. ويجب عليك ناخد طريق اخرى. هنا كينا بلاكة طريق مقطوع على بعد 300 متر. يعني باش نكمل السير في هالطريق. هراه مقطوعه. لهذا همايا. في الحالة حط واحد بلاكة هنايا. وديرين طريق اللي كينا الجهة ديال ليسر. هي اللي يمكن لي نمشي منها. يمكن لي نقسم الصرعة ديالي وندوز. نعم يمكنك من قسم الصرعة ديالي وندوز. ولكن ليس يندوز فوق هالطريق اللي كينا في اللي كينا في الليسر. واجب عليك ناخد طريق اخرى. راه واجب عليك. راكينين. هذه إشارات كاملين راه من الواجب عليك تاخد طريق اخرى. يعني الإجابة صحيحة. الإجابة رقم 1. والإجابة رقم جوج. السؤال 18. يبتداء من هذه العلامة يمكن لي نسوق ب40 كيلومتر في الساعة. سين كيلومتر في الساعة. سبعين كيلومتر في الساعة. عندي علامة مكتوب فيها صخيرات. أي علامة مكتوب فيها شي اسم دل شي منطقة معينة. كي تعني بأنك غتي دخلتها جموع ساكاني. السرعة كتتحدد في السين كيلومتر في الساعة. يمكن لك تمشي ماكسيمون السين كيلومتر في الساعة. وقل من السين كيلومتر في الساعة. تجمعات الساكانية كيكون فيهم الناس. إجابة صحيحة هنا هي الإجابة رقم 1. والإجابة رقم 2. يمكن لك تمشي ب40 كيلومتر في الساعة. وبسين كيلومتر في الساعة السؤال 19 هات السهم كيعلم على وجود منعارج على لاسر خطير طريق خاصة بمستعمل الطريق اللي غايدوره على لاسر كينسهم في الطريق دار على لاسر يعني هات الطريق خاصة بمستعمل الطريق اللي غايدوره على لاسر إجابة صحيحة إجابة رقم 2 السؤال 20 تشوير الطرق كيعلم على منعارج على لاسر على منعارج على ليمن على طريق ضيقة على مسافة محدودة على تحديد السرعة الكبير اللي هنا كينواحد البلايك هذا الربعين يعني تحديد السرعة وكينين هات البلايك هذا للسهم ديالهم كيشوف الجهة ديال الياسار هادو أرى البلايك منعارج خاطر كيضور على لاسر تشوير الطرق كيعلم على منعارج على لاسر نعم على منعارج على اللي من اللا على طريق ضيقة لما سافة محدودة اللا على تحديد السرعة نعم عندي البلايك هذا الربعين إجابة صحح إجابة راقب واحد والإجابة راقب ربعة السؤال واحد وعشرين إبتداء من هذه العلامة يمكن أن ينصغ بك خمسين كيلومتر في الساعة سين كيلومتر في الساعة ثمانين كيلومتر في الساعة هنا إبتداء من هذا العلامة يعني عندك ثمانين كيلومتر في الساعة لا تجدك للت81 سيئة ستمكنك ثمانين كيلومتر في الساعة ويمكنك ثمانين كيلومتر في الساعة الزن لا تجدك للت1 Gegenline إجابة صحح إجابة رقم واحد إجابة رقم اثنين الزوء 22 هذه العلامة كتتعلم على فندق مستشفاء بالنسبة لذا كتتعلم على مستشفاء إجابة صححة رقم أثنان السؤال ٢٣ السم المرسوم على الأرض أعلم بأنه عند ملتقى الطرق يمكنك أن نكملhem الساير للقدام نعم يمكنك أن تكملرم الم thankful نذارك لي من الله نذارك على الأعلى ناعم لأن السم يدير على الأعلى وكذلك يمكنك أن تكمل الساير للقدام دعي إجابة صححة رقم واحد أو دعي إجابة رقم الآثة السؤال 24 المنعرج الأول يتواجد على بعد 150 متر على بعد 500 متر يدور على ليمن على لاسر بالنسبة للمنعرج يتواجد على بعد 500 متر وهي مكتوب في البلاقة و يدور على الجهة ليمن يعني إجابة صحيح رقم 2 رقم 3 السؤال 25 من الواجب عليه نكون على ليمن ديالة هذا الخط باش نكمل السير نسبة ليمن ديالة الخط هيدا دراجات النارية والعادية باش نتوقف السؤال 24 الخط الموجود في طرق جيتي للليسر يمكن لي تجاوزه نعم يمكن لك تجاوزه لماذا؟ لأن هذا الخط متقطع خطوط متقطع يمكنك تجاوزها بينما لصنص انفيرس تجاه المعاكس عندهم خط متتاصل ما يمكن لهم يتجاوزه يعني انت يمكنك تجاوزه حالة تجاوز اما لصنص انفيرس عندهم خط متصل ما عندهم الحق السؤال 24 إذا تبعت هذا الاتجاه سنكون نصير في طريق وطنية جهوية إذا لقيت هنا السفر ستكون طريق جهوية لقيت الحمر طريق وطنية هنا عندي السفر طريق جهوية السؤال 28 سنصغ شاحنة صغيرة لنقل البضائع يمكنك تدور على ليمن نعم يمكنك تدور على ليمن شاحنة صغيرة لنقل البضائع ليس شاحنة كبيرة الشاحنة كبيرة لديهم بيرميديروم خاصة اما انتها شاحنة صغيرة لنقل البضائع ستكون لديك منصنف باء السؤال 29 يمكنك تغيير تجاه على ليمن هناك انتير دي يمكنك تغيير تجاه على ليمن يمكنك تكمل سين قدام ولا تدور على ليمن السؤال 30 خاص بالراجلين باصحاب الدراجات بالعربات اليدوية وهو خاص بالعربات اليدوية هذه البلاكة يعني هذا المعمر خاص بالعربات اليدوية السؤال 31 فهذه المسلك يمكنك أن نكمل السير القدام ونضار على اليسر ونضار على ليمن هنا نتابعهم جيدا ونحن الخط لا تتصل ونحن السم يضار على ليمن أره ممكن تضار غير على ليمن لا تكمل السير القدام يمكنك تضار غير على ليمن فقط ونحن نتابع ونحن نتابع سؤال 32 يمكن أن تجاوزه إلا كان خط متساصل ما عندك الحق تقوم بتجاوز هذا الخط متصل السؤال 34 في هذا العالم غير THEM السؤال 35 ينقص من السرعة نعتحق الأسبقية اللي يجيين بالليمن بالنسبة لهذه العلامة لم تتعرف ملشاقة الطرقlist نقسم السرعة نعم yeah نعطي حق الأسبق يلي يجين من لا يصر إلا نعطي حق الأسبق يلي يجين من لمن إلا السؤال الثوثلاثين من بعد هذه العلامة يمكنني سوق بي عشرين كرمات رب الساعة ثلاثين ستين ميت كرمات رب الساعة هذه العلامة ما يعني؟ يعني نهاية الإجبار بشي بثلاثين نهاية الإجبار يعني رأي عندك الحق تمشي قل من ثلاثين يعني تبشي بعشرين تبشي بثلاثين تبشي بستين تبشي تميل حينش هاد الطريق هاده خارج المدينة يمكنك تمشي حتى بمية كرماتر في الساعة كاملين صحاح أما نفطارد إلا ما كانش هاد الخط الأحمر نفطارد ما كانش كان صغير بلاكة زرقة وفيها ثلاثين كيف يعني؟ خصتك تمشي بالثلاثين والفوق ما تمشيش قل من ثلاثين 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 نحتفظ بالسرعة ونقص من السرعة بلاكة موتلة الجوان بديروا بالحمر قلنا الخاطع مرصم فيه الترين يعني راكين ترات المسكة وكيدوز من هاد الترين يعني خاطع مرخصتك نقص من السرعة شي حاجة اللي يباعينا السؤال ثمانية وثلاثين فهذا طرق السيار ويبشي إذا ان هاد اللوحة يمكن لي السير بسرعة مية كمتر في الساعة مية ووش دين مية وثلاثين في الطرق السيار السرعة القصول اللي كان نشيو فيها هي مية وشن كمتر في الساعة وهذا البلاكة نهاية المنع ما كيكون حتي بلايكชه بلاكة تمنعك بأنك تمشي بواحد صراحة نهاية المنع يعني عندك الحق تمشي مية كمتر في الساعة وعندك الحق الذي تمشي مية وعشرين كمتر في الساعة مية وعشرين كمتر في الساعة مين يعني شنائك بالنسبة للترق السيار بطريقة طرق واطنية خارج الجموعة السكانية سرعة قصوى بمية كمتر في الساعة اقلو Sattie تجموعة السكنية بسين كمتر في الساعة السؤال ساعد وتلاتين يمكن كنا نكمل سايلة القدم و نزيدت بسراعها ديالي. نعم يمكن لك تزيد في الصرحة ديالك حيات هنا يا الصرحة القسوة هي ستين كيلومتر في الساعة وانتا كنتمشي باربعين. يعني رأي يمكن لك تزيد في الصرحة. وهنا يا مكين حتى راجينين. السوء راح واربعين. باقي لي كيلومتر واحد باش نوصل على بعد ثلاثمائة مترو. نكمل الساعة من الواجب علي نغير تجاه. هنا رأي من الواجب عليك تغيير تجاه. ليش? لانه طريق مقطوع لابع ثلاثمائة مترو. انت بقال غير كيلومتر واحد وغتوسط ثلاثمائة مترو. مين غتوسط ثلاثمائة مترو راح? طريق مقطوع. اذا من الواجب عليك تغيير تجاه. اجابة صحاحة يلاجابة رقم اثنين. السؤال الوربعين. هاد العالم اكتعلمني? ان هاد طريق هديشكون مقطوعة اني غادي في طريقة منحارفة. هنا بلاكة طريق منحارف. يعني غادي في طريقة منحارفة. السؤال ثلاثم اربعين. هاد العالم اكتمنع المرور على العربات اللي كيتجاوزوا العلو ديالها جوجميترو. اللي العرض ديالها جوجميترو. بالنسبة لهاد العلامة. لاحظوا معي. هذا الاسهم عن ليمن وعن لاسر. يعني كيتكلموا على العرض. ماشي العلو. العرض. هنا قلك اد العالمة كتمنع. المرور على العربات اللي كيتجاوزوا العلو ديالها جوجميترو. لا. هنا ما كيتكلموش على العلو. كيتكلمو على العرض. للعرض ديالها جوجميترو. هنا للعرض ديالها جوجميترو. مسموح لك بها. تدوز من هنا. ولكن فوق من جوجميترو. ممسموحش. يعني هاد العالم اكتش من عمره على العربات اللي كيتجاوزوا العلو ديالها جميترو. لا للعرض ديالها جوجميترو. الا. جوجميترو مسموح بها. تشفو جوجميترو الا. ممسموحش. السؤال اربعة وربعين. هاد العلمة تتعلم على ما مرسكة بالحواجز بدون حواجز. بالنسبة لعدل العالمة را خطر سكا بالحواجز. عاقلوا عليها. ايجاب الصحية رقم واحد. السؤال خمسة واربعين. غادي بسرعة السين كلمتر في الساعة. انو بقى غادي بنفس سرعة. نقص من السرعة. خاصك تنقص من السرعة. لاش? لان هنا كيني علامات شوير طرقية ديال اشغال. انا را خاصك تنقص من السرعة. السؤال ساربعين. هه الطريق السيضاء. جديا المدل العلمي يمكنني نصب من 100 كم الساعة و 120 كم في الساعة و 103 كم في الساعة. السؤال را دا جاهزها جادرنا بحلو. را كيف قلت لكم. يمكن لكم تمشي. 100 كم في الساعة و 120 كم في الساعة. من نسبة للسؤال را تعاوي. السؤال 47. باش نتجاوز. يمكنني نستعمل الممر لف الوسط. باش نتجاوز هاد وماذا يمكنك تستعمل هذا المأمر في الوسط نعم يمكنك تستعمله حيث لا يوجد خطة هنا متصل لا يوجد وتصير هذا الشكل وهذه البلاكرة غير مؤقتة وخافية غير ساهم غادي نيشان يعني طريقة واحدة لغادي فين سيارة كتاني غير السايل العادي ديالك ودو سونس انفيرس ولكن هنا لا يوجد خط متصل وكين هدى المأمر تاني را خاوي وهد سيارة راشاد ديالي من دياله ورا بسموح لك تستعمل المأمر اللي في الوسط السؤال 840 غادي بسرعة 40 كم في الساعة واجب لي أن نقص من السرعة الا مشي من الواجب لك كين بلاكرة 40 مشي من الواجب لك نقص من السرعة السؤال 840 كان سوق شاحنة صغيرة يمكن لنكمل السير في الطرق الموجودة لليمن ديالي هنا كين واحد العلامة ممنوع المرار ديال السيارة اللي كان السيارة ممنوع لها الدوز من هنا رأيت الشاحنات صغيرة ولكي في المكان رأيت الشاحنة ممنوع لها الدوز من هنا ممنوع لها الدوز من هنا إجابة صحيحة رقم 2 السؤال 50 هاد العلامة كتعلم على مكان ممر الراجلين ممر الراجلين على بعد 50 متر بالنسبة للعلامة كتعلم على مكان ممر الراجلين إجابة صحيحة رقم 1 السؤال موالي من الواجب علي ينحاز الأقصى ليمن إلا بالنسبة لمن الواجب عليه ينحاز الأقصى ليمن نرى هنا شاحنة غير الشاحنات ماشي السيارات